يا صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم مرة ثانية وعادة صور الفضاء نتوقع يكون مصدرها وكالة ناسا مثلا لكن هذه المرة راح يكون مصدرها مصور شاب سعودي يستهويه الفضاء بكل ما فيه اسمه أنس الماجد وخلينا نتابع هذا المقطع عشان نحطكم في الأجواء ونرجع نبدأ حديثنا معاه هذا في عالم الفضاء وخلونا نرحب بأنس الماجد أهلا وسهلا فيك في كوكب الأرض يا أهلا والله طبعا أنت مش جاين أكيد من الفضاء لكن عموما أنس احنا ممسوطين بتواجدك معنا وتخصص أكيد أو نقدر نقول هواية من الهوايات النادرة اللي يشوفها لشبان يستخدمون هذه عادة تعودنا أنه كل اللقطات ناخذة من أقمار الصناعية أو وكالة ناسا متى بدايت قصتك؟ هل من الطفولة؟ كيف دخلت الجو هذا؟ عالم التصوير والفضاء؟ بدايت تقريبا قبل ستة وسبع سنوات مريت بس من عند محل وشفت الأجهزة وشفت التليسكوبات وشدني الموضوع بشكل غريب دخلت واستكشفت الموضوع عادة واحد يستهوي مثلا الأجرام السماوية والكواكب انت لأ رحت الأجهزة اي أنا تستهوي الأجهزة بشكل عام حلو فاجت مع الموضوع مع أني مصور وهذه فحبيت الموضوع ودخلت فيه ومنهلاك بديت في الموضوع وهذا سبب اللي خلاك أنت تدخله ويستهويك يمكن هذا الشيء اي جدا طيب يعني لو تكلمنا بشكل عام يمكن ايش كانت أول صورة أنت أخذتها في عالم الفضاء بما أنك يعني من ست سنوات وسبع سنوات وخذت الجهاز وين رحت وكيف تعلمت طبعا في البداية أنا كنت فقط أستكشف فضاء عن طريق النظر ومهو التصوير لكن على تقريبا 2018 صورت أول صورة اللي هي سديم الجبار وأيضا مجرة اندرامدا كلها في نفس الليلة ومن هناك حبيت التصوير أكثر ودخلت في المجال بشكل قوي طيب أغرب صورة أخذتها أنت آنس يعني شفتها أنه غريبة ومميزة بنفس الوقت أغرب شي كان الكسوف الحلقي اللي حصل في نهاية 2019 كان جميل وغريب ومهيب بشكل ساحر أحيانا أننا نشوف شهب أنا بسيارتي مثلا ولا في أي مكان تطلع معنا صدفة لكن هذه الفترة فعلا تحدث يمكن ظاهرة شهب التوأميات ونتوثقتها خلينا نشوف مقطع ونرجع لك فيها شوفها يا سلام يمكن هذه من الصور الشهب اللي يعني من المناظر الجميل أحيانا سواء أنا مع العائلة مع الأصدقاء أو ما نشوفها شوف 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 على طول فمنظر ما لواحد يقدر يطوفه خاصة أنه يمكن ياخذ لثواني بسيطة خلينا نتكلم على هذه الظاهرة ظاهرة الشهب هي بالعادة هي تجي في أيام محددة ولا كل ثلاث أيام ولا كل يوم ولا كيف طريقتها هي لها فترة من السنة ولها أسماء كثيرة اللي حصلت قبل يومين تقريبا اللي هي شهب التوأميات تحصل سنويا بنفس التاريخ بنفس الفترة هذه تستمر عدة أيام لكن اليوم هو يوم معين اللي تكون فيه البيك اللي هو أكثر كمية ممكن حلو طيب إيش من المواقف اللي حصلت لك نقدر نقول طريفة نعرف أن أنس أنت لما تطلع لازم تختار أماكن محددة للتصوير واللي عرف أنه دائما يكون فيه صحراء كبيرة عاطنا من المواقف لأن عادة الممكن تنجز يوم أو عدد من الساعات ومهو بالقليل ممكن أبرز المواقف المضحكة بالنسبة لي كنت نايم في البر جنب الكاميرا وصحيت في منتصف الليل إلا واشوف قدامي كلب بيني وبينهم بتر تقريبا يتفرج أي ناظر يقول ايش قاعد تسوي هنا شكل أما صحيت كده عن حاشو ومشي فبالنسبة لي كان يعني موقف ضريف جدا والله يعني من المواقف أكيد الواحد لما يصحى لما يشوف لأي حاجة يعني حتى لو بسيطة أو صغيرة بأكيد فما بالك عاد كلب وفي البر طيب خلينا نتكلم عن هذه الظاهرة ايش اللي يطمح له آنس يعني انت دخلت في هذا المجال وتعمقت فيه اشي طموحاتك اهدافك ايش اللي انت تتمنى في الفترة المقبلة بالنسبة لي انيا أطلع بأفضل صور ممكنة ننافس فيها أشهر المصورين وكون قريب من الصور اللي تطلع من القمر الصناعية هذا من ناحية يعني الطموح المنطقي خلنا نقول لكن الاحلام خلنا نقول آه اني ممكن اطلع الفضاء يا سلام فكرت يعني في الشي هذا والله يعني احلم فيه بشكل مستمر يعني بالنسبة لي حلم حلو طيب اي وقت مناسب الواحد لما يعني حاب ياخذ صورة للفضاء ويطلع متى في النهار في الليل في احداث معينة في وقت معين حتى اللي غير محترف وحاب يستكشف هالأشياء هذه اهم شيء انه ما يكون فيه قمر القمر تقريبا يخلي السماء بيضة في الليل لما تصور ما يكون التصوير واضح اذا راح القمر تبدأ تطلع النجوم تطلع الأجرام تشوف الأشياء بشكل واضح فهذا اهم شيء ان الواحد يطلع في فترة ما فيها قمر طيب ايش احتياجات الشخص عشان يطلع تطلع الصورة حلوة وايش الادوات اللي تساعدها على اظهار صورة الكون او الأجرام السماوية اهم شيء والناس احيانا يقولون أبغى تلسكوب قوي أبغى كاميرا قوية هذا مو بالمهم اهم شيء هو الجهاز التتبع اللي يتتبع الجرب نفسه بفترة طويلة ويعكس حركة دورة الأرض لو معك جوال تقدر تصور فيه اهم شيء معك الجهاز هذا اللي هو جهاز التتبع طيب يعني ايش المناطق عندنا في السعودية اللي نقدر ناخذ منها كمواقع في التصوير يعني احنا شفنا في مثلا نقدر نقول في الأعياد في عندنا مناطق محددة سدير وغيرها من المناطق انه نختار حتى نقدر نشوف زاوية الرؤية هل هي صحيحة ويقال انه مثلا أوضح هل في أماكن فعلا محددة للاختيار ولا الأرض الواسعة يعني بأي مكان بالإمكان الواحد يشوفها بشكل كواليتي عالي أهم شيء ان تكون منطقة بعيدة عن أضواء المدن والمحافظات وسعودية لأنها كبيرة تقدر تأخذ أي مكان تقريبا فقط أبعد عن المحافظة أو المدينة مسافة مئة كيلو والسماء بتكون صافية جدا مو ضروري انك تكون في أماكن معينة مسمية لا أي مكان المهم أنه بس يكون بعيد عن مدينة وما في قمر طيب شخصيتك تغيرت أنس لما دخلت في عالم الفضاء والتصوير وغيرها خاصة أن الواحد لما يقول فضاء ونجوم احنا عادة لما نشوف النجوم نتأمل وندخل في مرحلة التأمل والهدوء والسكون عادة تغيرت في شخصيتك ولا شخصيتك هي ما هي ما تغير فيها شي أحسن أضافتلي جزء من السكينة والهدوء صار يعني عندي نوع من التأمل أو الهدوء لما أطلع وأشوف وأتأمل الأجرام السماوية الشخصية أحب أحب تبدأ تكون هادية فأحسني لاحظت على نفسي هالشي أنه فيه هدوء بالشخصية يا سلام طيب يعني أنت تابع أخبار الفلك يمكن والفضاء إيش اللي آخر شي عرفت واكتشفت وودك أنت يعني اتصوره وتوثق هذه اللحظة طبعا فيه اللي هو يوم واحد عشرين ديسمبر هذا اللي هو كوكب المشتري وكوكب زحل تمام يقترنون بحيث أننا بالعين نشوفهم تقريبا لا صقيف بعض هم بالعادة متباعدين لكنهم قريبين من بعض من ناحية العين حاليا بيكون هون كنهم قطعة واحدة بدون التلسكوب ما رح تميزهم كوكبين تشوفهم كوكب واحد يا سلام وبالتصوير يدخلون في مجال الكاميرا وتكونوا مع بعض في نفس الصورة هذا الشيء ما حصل آخر مرة حصل يعني قبل 800 سنة يا سلام حدث مهم سؤال سريع معلش بس أنه الأرض مسطحة ولا مكورة يعني هذا سؤال جدلي حاب أخذ رأيك فيه الأرض كروية 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 عندك أدلة أو أنه يعني حسب تصورك الأدلة بالنسبة لي مرئية ما يحتاج أني أرجع على وكلات معينة أو علوم معينة مجرد أن الواحد يشوف حركة الشمس وحركة النجوم ويستنتج منها أن الأرض كروية ومستحيلتكم مسطحة رحب